العبارات المناهضة لنظام أسد تنتشر في غطة دمشق فبعد الكتابات التي سجلت على جدران مدرسة تشرين في مدينة دومة انتشرت عبارات خطها مجهولون على جدران قريتي ديرماكر والدناجي في الغطة الغربية بريف دمشق تطالب بالمعتقلين وترض ميليشيات إيران من سوريا وتداول الناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورا تظهر عبارات خطط على جدران الطرقات في قرية ديرماكر كتب عليها لن ننسى المعتقلين لجنة المصالحة خائنة أحرار ديرماكر بدن المعتقلين تبعها صور تظهر العبارات ذاتها في قرية الدناجي في ظاهرة هي الأولى من نوعها في القريتين وسبقوا أن نظم عدد من شبان بلدة كناكر بريف دمشق الغربي وقفة احتجاجية تطالب بإسقاط النظام وطرد إيران من سوريا وأطلاق سراح المعتقلين وسبق الوقف انتشار عبارات خطها مجهولون على جدران مبنى البلدية والمدارس الابتدائية والمدارس المختلطة وأخرى في الشوارع العامة وعند مدخل البلدة تطالب بالإفراج عن المعتقلين في سجون نظام أسد وتعاملت ميليشي أسد مع الأمر باستقدام عناصر من البلدية ومسح العبارات فورا واستنفرت قواتها في البلدة وشددت على المرة كرد فعلا على ما حدث ودعت أعضاء لجنة المصالحة ووجهاء البلدة لعقد اجتماع فوري للبحث في مسألة انتشار العبارات في البلدة موسيقى